مشاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة استمرار الغبار شمال شرق المملكة طقص حار إلى شديد الحرارة في معظم أجزاء المملكة أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رادية من المطر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن هناك نشاط في الرياح السطحية في المناطق الشمالية الغربية والغربية وكذلك المناطق الوسطى هذه الرياح النشطة بتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في هذه المناطق الشمالية الشرقية وأيضا الوسطى وكذلك الشمالية الغربية من المملكة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض هذه الليلة أجواء حارة ومغبرة في الرياض ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة في الرياض يوم الأحد العظمى 44 والصغرى 34 أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في النهار وحارة إلى حارة نسبيا في الليل الأثنين أيضا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 46 وأجواء حارة ليلا 34 كذلك يوم الثلاثة أجواء شديدة الحرارة في النهار وحارة ليلا 46 العظمى والصغرى 35 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة عرعر أجواء حارة 46 و32 عفوا نسكاكة 46 و32 عرعر 45 إلى 32 تبوك 42 إلى 27 درجة مئوية المناطق الغربية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة المدينة المنورة 46 إلى 35 مكة المكرمة 44 إلى 41 جدة 37 إلى 30 والطائف 36 إلى 27 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة ورعدية من مطر في منطقة أبهة الباحة 30 و23 أبهة 32 و20 جزان أجواء حارة وغائمة جزئيا 37 إلى 32 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة الدمام 45 و30 حفر الباطن 47 إلى 33 والإحساء 47 إلى 33 درجة مئوية ومنطقة الرياض والمناطق الوسطى المناطق مغبرة أجواء مغبرة حارة إلى شديدة الحرارة حائلة 42 و30 بريدة 45 و32 والرياض 44 إلى 34 درجة مئوية مشاهدينا في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية مني ومنطقس العرب اشتركوا في القناة